مدينة المنكوبة وتستغيط نتيجة الحصار المطبقي من ميليشيات الحوث والمقلوع الصالح هذا ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض بشأن كارثة المجاعة والأزمة الإنسانية السلطة المحلية في الحديدة أكدت في المؤتمر أن المدينة تعيش وضعا إنسانيا كارثيا في ظل عدم الخدمات الأساسية وعدم ادخال المواد الأغاثية والطبية للمتضررين الوضع الحالي سيء وسيزداد سوءا إذا لم يكن هناك حل سريع من جذور المشكلة وجذور المشكلة هي بسبب سيطرة ميليشيات الحوثية على المحافظة وتشير التقارير الصادرة إلى أن أكثر من 21 مليون يمني بحاجة لمساعدات عجلة بينهم نحو عشرة ملايين طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد وتعيش أغلب المدن وضعا صحيا كارثيا في ظل انتشار الأمراض والأوبئة التي ظهرت وفي مقدمتها حالات الكوليرا في عدد من المحافظات كارثة المجاعة التي ظهرت الآن وأطلت برأسها كندير شؤم في محافظة الحديدة لنتيجة تراكمات للممارسات خلال سنتين من اجتياح الميليشيات لمحافظة الحديدة بشكل همجي ومحاولة الضغط عليها على الحديدة واستخدام كل مواردها المالية وقدراتها المالية لتغطية عجزهم أو لنهبها القطاع الصحي في اليمن تدهور بعد اختحام الميليشيات العاصمة اليمنية صنعاء وقامت بتدمير العديد من المؤسسات الصحية والمستشفيات وتسبب حصار الانقلابيين إلى انعدام الأدوية وأصبح الوضع الصحي ينظر بكارثة إذ لم يتم تداركه نداء استغاثة من سلطات المحلية في الحديدة لمنظمات الدولية والإنسانية لفك الحصار عن المدينة ومدن أخرى يمنية تحاصرها الميليشيات والمخلوع الصالح من أجل إدخال المواد الغاثية والطبية فهل تستجيب تلك الميليشيات لتلك النداءات؟ عبد الفتاق اللاب الإخبارية الرياض ترجمة نانسي قنقر